أما وزن الصحائف فدل عليه حديث البطاقة المشهور في الرجل الذي ينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مثل مد البصر كلها سيئات ثم يظن أنه قد هلك فيقال له مهلاً إن لك عندنا عملاً تخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذا الرجل ما وصل إليه من الدين إلا هذه الكلمة ما يعرف من الإسلام إلا هذه الكلمة ما هو عرف عاند لا وبقية أعماله طبعاً أعمال أعمال هو رجل مفرط ثم يقال له أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء لا تستقل الذكر الله لا يزال لسانك رطباً بذكر الله أما الدليل على وزن العامل نفسه في الميزان فحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزل عند الله جناح بعوضة قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا رأى البخاري ومسلم هذا الجزاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله المؤمنون تثقل موازينهم التمر ممكن تصير مثل جبل أحد بالإخلاص بالإخلاص يصير التمر هذا الخلاص هذا مثل جبل أحد كما جاء في مناقب عبد الله مسعود كان دقيق الساقين هبت ريح إن كشفت ساقاه ضحك القوم منهما فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد رواه الإمام أحمد وحديث صحيح اللهم ثق الموازيننا وبيض وجوهنا وفكر هاننا وأخسئ شياطيننا إلى فرقنا